حجج واهية وتقويض لاتفاقات لطالما كانت حبرا على ورق حملات اعتقال واسعة تجريها ميليشيات أسد طالت مناطق عدة من محافظة درعا بتهم أعدت لتكون ذريعة في المرحلة القادمة أبرزها الانتماء لتنظيم داعش والتخلف عن الخدمة العسكرية كما شملت الاعتقالات قادة بارزين في فصائل المصالحات ومدنيين عائدين إلى مناطقهم مصادر ميدانية أفادت لأورينت نيوز بأن الاعتقالات تأتي بعد أن نشرت الأفرع الأمنية وعلى رأسها الأمن العسكري عدة حواجز لها في مدن وبلدات حوران خلال الشهرين الماضيين وطالت الحملة مدن وبلدات بصر الشام وداعل والصنمين وأنخل وبصر الحرير التي شهدت اعتقال عشرين مدنيا وزجهم ضمن صفوف الميليشيات في محافظة اللاذقية درع البلد شهدت بدورها خروج مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن أحد قادة المصالحات مصطفى الكسم المسالمة والذي اعتقل بكمين لميليشيات أسد عند جسر ضاحية درع ما دفع المتظاهرين لإغلاق الطريق الواصل بين درع البلد ودرع المحطة كما تقلت الميليشيات عبد السلام البرغش والقيادي السابق في ألوية مجاهدي حوران زياد الناصر وتشهد محافظة درع تخوف شعبيا من إعادة السطوة الأمنية لميليشيات أسد رغم أن اتفاق التسوية الذي وقع برعاية روسيا نص على عدم اعتقال أو تجنيد أي شخص لحين انقضاء ستة أشهر إلا أن ميليشيات أسد ما برحت تنقلب على هذا الاتفاق حيث أكدت مصادر محلية أن الميليشيات أبلغت عشرات الشبان ممن أنهوا الخدمة العسكرية سابقا ووقعوا على وراقة التسوية بتسليم أنفسهم لزجهم في صفوفها خلال مهلة أقصاها عشرة أيام بينما يغيب الضامن الروسي وعرابوا المصالحات عما يجري في الجنوب السوري